وش هي الحاجة اللي رأي محبساتك الآن؟ دعبت؟ ما راش عندك الطاقة؟ ما عندكش الوقت؟ المال؟ كلام الناس؟ هل هذه هي الحاجة اللي رأي محبساتك؟ أم أنه اللي رأي محبسك وموقفك هو أنت بنفسك؟ شوف، في بعض الأحيان نحتاج فقط كيبو قوين وما توقفوش مهما يسرابنا في هذه الحياة خسرت أموالك، وشلت في مشروعك ما نجحش في دراستك، وكتروا مشاكل تغلقت عليه كامل أبواب؟ أخرج من التاقة سيدي ديل حاجة، شرب حاجة برده فتقعدش تشوف وتلوم في روحك حاول مرة أخرى، لكن من جهة تانية وبطريقة مختلفة تحرك، اسأل، اطلب يد العون فبعض الأحيان، الحل يكون بين يدينا وأمام عينينا لكن ما نشوفوهش لأنه اليأس، والخوف، والعجز يكونوا مسيطرة علينا فتقبل الله أنه ما رحش يخيبه وتوكل عليه، ورح يرزقك وتضموا ما تخافش، ورح توصل لغايتك وتضموا ما تخافش ورح توصل لغايتك فكل وراء نحن رح تجي منحة من الله عز وجل وراء كل شدة يبتلك بها الله رح تجي شدة إلى الله وصبر، يعني دايماً لازم نصبره على أساس ماشي نصبره فقط، وإنما نصبره على أساس أنه الفارج رح يأتي قريباً إعتقاد جازي باللي صح ربي كي نصبره رح يجازينا بشي لنا نبغينا فهذا هو الصبر، كي تجير الصبر وتزيد ترفقه بهذا الاعتقاد، ولا بهذا الإيمان فالصبر رح يولي لك حاجة تأمن بها كتر رح نعطيكم مثال، شغول كي ما هداك اللي يصوم ويقارع الآدات على المغرب يعرف بلي أنه رح يجي المغرب ورح يفطر سمى إعتقاد جازي بلي أنه شغول رح يفطر رح يجي المغرب وحاجة الزوجة تاني اللي كنتيها الصبر على أساس كي ما هداك المثال تاع أنه مرأة حامل في شهرها التاسع تعرف أنها سوف تالي تلامحها، ما رح تزيد شهر عشر احدى عشر فتصبر هداك الشهر التالي، تصبر لأنه عارفة بلي الصبر رح يجي ورح تولد هداك الطفل ولا هديك الطفلة فصبر على أساس أنه الفارج قريب جدا جدا وشغول بين الصبر والفارج شغول شعر لا بغا تحسروا عكا بعيد دايما دير فيح سبب اللي أنه الفارج قادر يجي في أقرب لحظة وهذا الشي واش سرع بعايا لما كنت محجوز في بالي وتفرجته البلوكات تواعي رح يفوتوا منه تعبالي كيفاش يعني في الوقت ولا في اليوم اللي قاتلي في القنصولية الجزائري لأنك ما تنجبش تجي الجزائري لأنه عندك عقامة في بلد آخر وكنت نقارع لهدي باش نهود الجزائر يعني في هديك ربع شهر وأنا نقارع وشفتوا وتفرجتوا كيفاش من بالي قلع ديرة الأمريكا كيفاش أنا ثاني ومانيش راح للجزائر علاش هاي هاي بزح ودعنا بزح هاي السلام عليكم تمنيت أني نرجع لي الجزائر مع أصحابي ونشوف أهلي لكن أنا أريد وأنت تريد ويفعل الله ما يريد تقفي الله أن أمورنا مرتبة في السنة إذن وصلنا إلى مطار الدعاء فلنبدأ مغامرة جديدة في نفس اليوم اللي قاتلي القنصولية أنك ما تنجمش تولي الجزائر في نفس اليوم اللي والله ما على بلش كيفاش حتى اتصلت بالمسافر ما كنتش نعرفه نعرفه كيف السوشال ميديا هكو من بعيد قال لي جاود أرواح صحيح أرواح ولما جيت الحمد لله بعد ثلاث أشهر هنا الحمد لله حسيت بلي ديسفة القرار الصحيح والحمد لله يعني شفته بإتصال فقط ما كوش ديرها قاع في البات قال لي قاع الموازين قاع المخططات فكي ما قلت لكم الصبرو على أساس أنه الفارش قريب جدا جدا رح نحكيكم في هذا الفلوغ على كيفاش ما لي جيت الأمريكا هنا يا حطيتك راحي حتى اليوم إلى يومنا هذا يعني 1 ثلاث أشهر ولا كيفاش كريتار كيفاش القيطار كيفاش مين تشيري سواء ما تنساش أنه رانا نقدم خدمات إلكترونية على صفحتنا الفيسبوك الرسمية وعلى صفحتنا أيضا في الانستجرام من بين هذه الخدمات إنشاء المواقع والتطبيقات ترويج للصفحات وعمل الإعلانات وطلب وشحن بطاقة بايسيرا وتحويل الأموال من أمريكا إلى الجزائر وبعد موسطت الأمريكا استقبلني المسافر فعلا وصلنا عن مهلي حسيت كأنه أهلي استقبلوني في الخارج وكان بمثابة الأخ الكبير لي لي وراني كل شي ما بخلع ليها بأي معلومة وساعدني بزاف باش لقيت سكنة لكن تومكي تجول مرة الأولى ما كاش لي يستقبلكم ولما تعرفوا حتى واحد هنا فأنا ننصحكم بتطبيق مهم جدا ولي اسمه ربين بي بلاس وش هو ربين بي بلاس؟ هو تطبيق يعني ربين بي قاعنا عرفوه لكن ربين بي بلاس هو ميزة زادها في الاربين بي هو أنك تقدر تكرير مدة شهر يعني موت ليستاي في أي دولة وهذه تساعد بزاف الناس اللي يجي وما تعرفتها واحد فهذا هو الحل يعني ممكن تخلص أكتر شوية بشي أكتر بزاف لكن تخلص هذا الشهر تاعك وضاما روحك وين راح تروح يعني عندك منزل راح تروح له وفي هذا الشهر ألعب لعبك خويا كاين بزاف كاين بزاف تنجم تجيب منهم سكنة يعني تنجم تكري أولا تنجم تروح المساجد باش تدير الكنتاكت مع الناس وتسقصي الناس كاش ما كان في هذا الشهر راهم يقولوا لك بلي كاين سكنة فروح شوفها ولا تستغل التطبيقات كاين تطبيقات مشهورة في أمريكا والتي هما زيلو و تروليا هذو مشهورين لكن أنا نصحك تروح لهم بعد ما تروح تشوف التطبيق الأحسن هنا في أمريكا لأنه هذو زوج يشارجوك لي فيه يعني ما فيها بعض تعقيدات لكن من الأحسن تشوف من كريغليست وأنا شفت سكنة من كريغليست مهدي شف لي سكنة من كريغليست ولقينا يعني الكريا تاع السكنة تاعي في كريغليست بسعر ممتاز جدا يعني هذا سعر ربي جبالي والله يعني سكنة بألف ألف ومئة دولار يعني البريتاحة كانوا يديرينها بخمسمائة دولار وفعلي كنا نحن الأولى فكريناها وقعت فيها لمدة شهرين إلى أن جيت هنا هذين بعدها هذه حكاية أخرى فكيما قلت لكم كين التطبيقات للمزيد الكونتاك في هذك الأخر لكن هذو صوالح من الأحسن أنك تحوس عليهم في عين المكان خير ما تكون في الجزائر وتبدأ تحوس على ما بيت وتخاف لا واحد ما يستقبلكش ولا واحد طيقة ما يردش عليك ولا هذي هذي الأمورات قاع توقعات قاعد تخليها على جنب وتكري في أر بي ام بي بلاس والله لا ننديلهم إعلان ولمن يخلصون هذو أر بي ام بي بلاس المهم تكريم عليهم وراك قاعد في دكشار وراك تحوس فهذي حل كما قولك سلكة الحاصلة باش نوضحوا الأمور أكتر راني في الواجهة تاع ار بي ام بي ار بي ام بي ماشي ار بي ام بي بلاس في الريسرش دير ار بي ام بي بلاس ار بي ام بي بلاس وراح يخرج لك هايلا فايند اماوت ليستاي الزوجة يعني اختاروا الزوجة وتخير الشهر اللي رك باغيه يعني من أي يوم تبدأ تخيل مثلا نخيروا ديسمبر ناكست نديروا إنسان واحد وراح يخرجوا لك يعني العديد وراح يخرجوا لك العديد من المنازل الكيراء هنا من المنازل الكيراء في سن فراسكو غالبا ما تكون غالية من الف دولار وطلع فانت تتحوس على اللي يساعدك فهذه هي وراح نحط لكم لينك تحت في الديسكريبشن إلا استعملتوا ودخلتوا الار بي ام بي كريتو منه رح ينقصو لكم واحد الخمسة واربعين دولار فراح نحطها لكم في الديسكريبشن إذا كمنا من الار بي ام بي دروو كما قلت لكم هذا حل يعني تحصل لك الحاصلة وبعدها تروحوا للحل هو كريتو بيتو كريتو ما رح تلقوه أبليكيشن وانا ما رح تلحوسوا عليه في جوجل وكتبوا كريتو كريتو يبيع بزاف اشياء كتبوا كريتو كريتو كتبوا هادي في الريسيرش وراح يخرجوا لكم بزاف يعني والسهولتها انك تتفاهم مع المول الشي ولا مع الليندلورد اللي يحكم في السكنة بالخف يعني تخضر تفاهمها بالخف هاولين خرجوا لي العديد من شوفوا هالا 2900 هادي وقاع هادي وقاع منازل تقدر تكريهم ويقدر يعني يمول السكن ولا الليندلورد ما يطلبش منك وطائق بزاف يعني تقدر تتكري غير هاكا المهم هادي هذا حل اللي أنا لقيته كما تقدر تلقى حل وخد آخر ممكن واحد صاحبك يوريك ممكن تلقى في مسجد لكن ملاح انك تحوس وانت في البلد يعني رك كاري في رك تحوس على الحاجة اللي تساعدك أنت فهاكا اصضم وما تخافش الانك ما يتجي ارواح اصضم اصضم حوث وشوف امورها تقاع كمنا من الكيراء كيفاش تلقى دروك رح نروحو يعني مقولوا مثلا انك كريت بيت وبغيت ترحل البيت آخر كيفاش ترحل سوالح ممكن زع ما جيت وبغيت ترحل المكان آخر كيفاش ترحل بغيت ترحل شركة مشهورة شركة مشهورة هي U-Haul لماذا مشهورة؟ للسهولة سوف نذهب إلى U-Haul ونضيكم في هذه التجربة مع U-Haul ونتعرفوا عليها اكتر U-Haul ماذا تنجم تكرير هذا هذا قاري محدى دارك باللوط وتقول لي تدي وتجيب تدي وتجيب تكريها بسيمانة حسنا شكرا تبيسي هنا في لطوتك ورق خاليها مقاري حدث دارة في البارك تدي وتجيب تكريها نقوها يعني واسعة هذا 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 فلوكا اوه صحة اوه 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 الداخل عندهم هادو يعني تقريبا ديار تكريهم وهادو زعمال شوية صغار شوية صغار شوية تاني تكريهم برناميرو اوه ثم هادو بيعو لك الكراطين باش ترحل هادو شغل بوكس تحل كارتون هاكا يوليك البوكس و تدير فيه صور حك يعني تحتاج هادو الكراطين بزاك باش ترحلوا يعني سهلوا لي خون المأمورية وهاد القارى يقول لكم عليه كبير تشوفوا تنجم تحت حتى باسكلاتك يعني كبير كبير شغل ضار تكريها هنا كرينا فورقون هذي وانا راني غين تابع معاهم باش نشوف كيفش كيفش يكروغا وايا وانا نوريكم والله غانتوا قد داخل فرورستان تهي يا أخويا اسمع لي داري غايا انا رمي كيل عروس اوه راح يخلوني هنا انا رمي كيل عروس انا رمي كيل عروس شويد الله الى مهدي مضم كل شي مصدر حلا باش شنو اليك عبسه باش متقولش المسافر ميخممش فيها عندي الحل ولا ما عنديش دايمان عنديك العل على خطر جواد ما عندوش بلاسة وين يقعد بي بي الحمدولله سلكناها معاوناه وبقاغي هذا زوج ديك دوغي مهدي خرج قحد وسوال حالي كان هنا وحده خرجهم وحده حطهم من هنا ما هكا اسمه كل فتنه 20 دولار باش تخرجها 25 دولار لاصيرونز والطاكس اسمه التحلك في 50 دولار والمايلج ثاني يخلصوا عليه فاحنا دالونا استيميشن زي ما قالونا شعال راح تتمشي واحد ال 50 مايل إلا كنت تمشيت تحتها راح يردو لك دراهم وإذا تمشيت تحتها راح يردو لك وإذا تمشيت تحتها راح يزيدوا يردو لك سمحنا كلفتنا واحد الكلشي راح تكلفنا 80-90 مئة دولار باش ينقل السواد حالي في حلقة راح تلهت اللحنة آه كمنا راح نرجع السيارة راح نخلوها هنا يا بره مش عرام مش عطع طال ها نديكم شي ضو الحمد لله يعني راح نردو السيارة ورح نقسلهم مفتاح لا يا بس كنت شوفوها قاع راح مديرين هون بره راح هون بلعين نريكم افضل مكان ولا اكتر مكان شاي حنا في امريكا للناس شري منها الفورنوشير وش هي الفورنوشير يعني صوالحة على المنزل جميع الميادين والمجالات الزراعية والتكنولوجيا جميع صوالحة على الدار كوزينا وكل شي مي من آيكيا علش آيكيا لانه السعر تاحها مليح بزات بس ك جاي دير هذيك سلف سيرفيس يعني تلقاها شومبرا ولا راح تشريها يعني مجزئة وانتايا اللي تموطيها في الدار ممكن على هادا اللي انه رخيصة لكن آيكيا هي زعمل الحل الأمثل العائلة جات الامريكا هنا جديدة وبغادت يعني تعمر بيتها فآيكيا هي الحل الأمثل راح تلقى كل شي فيها وحلى شري نامل عندها هادا بعده من آيكيا مونطيته هنا في الدار المهم بعد ما تعرفنا على مينشرو راح نعرفكم في الاخير على واحد التطبيق ولا ولا واحد الحاجة تديروها باش تجيبوا فرنشرو ولا اي حاجة مجانا راح نوري خليها لكم في نهاية الفلوغ وتابعوا معانا الرحلة ماذا رانا الرحل ورانا في الرحلة سيليه اللي عاجبتني فيها في كانت دارة وماني أني قعد في البيسي بزاف مليح بزاف ان شاء الله الحاجة اللي يمشي مليحة فيه هي هاد الحيات سلام عليكم رح ندخلكم دروك في ديار عن تيزاين تحضار كومبليت دوك رح ندخلكم شوفوا زي ما عديش نادر شوفوا ما شاء الله انا رح عاجبني تديزاين كيفاش رح حاطينهم باش الناس تشري وهنا تدخل الدوش اه هادا لي الاغنية هادا لي جينينا واو ما شاء الله وبالك تلاحظوا شوفوا قال اللي ستايل شغل ستايل منيماليزم هو اللي رح تبالي انا ما على باليش شوفوا زوجت علي كولير وضور شوال انا نبغي لي كولير ما نبغي شغل حاجة تكون سامبل ونقاصيها بالكولير وهذا هو الستايل يريني باين ديرها في الشمبراتاعي ودوك تشوفوه سما نديرها هي وايت كحل وبيض وتقاصي بحاجة هاكا فيف كولير اجبوني بزاه كما بقيت لكم اي محل تدخلوا له سواء ان كان هاكا تحضار كما ايكيا ولا تعمى لابس ايكون فورنيشر ولا ملابس رحوا ديلك للكوانة تحد المحل رح تلقوا السيل رح تلقوا سوكيما هنا 50% هادي على العام على العام زيما ديل оф دي داي فتلقوا سوالح بزيزر خاص ها شوش هالدسكونت 180 دولار ولا 90 دولار 50% دسكونت وهادي كالعذب فرقن فرقن وخير دولار وفرقن لا مشي دولار هادي هنا وهنا وهنا يسمى هنا دايما تلقى 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 حاجة تعجبك ورخيصة 50 دمية هادي هنا في ايكيا سلام عليكم يا اهل البيت شو سوالحيقارا مخربشين شوف 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 نسجموهم بس يكون ضار في لعبة خيرا نكملنا شوف كينو واحد التقافة هنا عد الأمريكان انو اي حيا ميحتاجوهاش لابغاش روها حاجة جديدة ويعرفوا انه مراش يحتاجوها في المستقبل يمدوها فهذه التقافة شغلتها على الكميونيتي يتعاونوا مبيناتهم ولهذا راح نوريكم كيفاش يددوا اشياء مجانا من واحد القروب في فيسبوك ونظل انه كان في كامل ولايات تلقى دي قروب كما هكا ليمدوا اشياء مجانا احنا راح ندخلكم وتشوفوا الان على المباشر راح نشوف معاكم في القروب سموه باي ناتينج سان فرسيسكو هذا يمد اشياء مجانا قروب يعني شوف هاي صباطع صندريلا هذا يتمد فيه ايباد ايباد ميني يمدو فيه مجانا يعني اذا كنت انت ما بين تعليقات الاولى ورد عليك صاحب هذا الايباد راح تديه يعني تعطيه العنوان يعني وين تتلاقوا وتديه جربتها مرة شوف هادي تغيراوين او كورسي مليح هذا شوف اطمعش كومونتير سا يكونوا الداوة اذا واش بغيت ان نوصلكم انه هنا عندهم تقافة هداك تعتمد ولي يتدر هذولي بوست ولي يمد ما شي بالضرورة يكون غني ولي يدي ما شي بالضرورة يكون فاقير يعني قادر الغني ما عنداش حاجة ما يسحتاجهاش يمدها والفاقير تاني ما عنداش حاجة يمدها وهكا المعونة تكون يعني متبادلة نتمنى ان هذولي قروب والمبادرات يكونوا هكا في الجزائر يعني واحد يكرية قروب اي حاجة واحد ما يسحقاش يحطها في ذلك القروب وشوف واش عالي يتعبوا يعني يصورو ويكتبوا سطاتيو على الأشياء اللي رام بغين يمدوها وزيد يتواصلوا مع الشخص اللي يرسلهم ويديروا معه موعد ويعطوهوا كل شي هذا شوله مجانا فهذه بالزاف يعني شغول ماركاتني على بها بغيت نقولها لكم وخيتاموها مسك بالمجان سمحوا لي ما وريدكمش البيت ولا الديكور والأشياء هادو رح نخليكم في فلوك آخر لأنه الفلوك طوال بالزاف عندك صاحب وكل عندك عائلتك بغي يجي ولا خاصها معلومات بارتاجي مع هادو الفلوك باش تعم الفائدة والمنفعة وان شاء الله استفدتوا وما تنساش تستفدوا وتخرج غيراك الطقوس طقس أخي من طقسك طقوس كالعداما نقولكم شا هي الطقوس لأنكم مراك ما عارفين هالطقوس حاجة واخذ أخرى تاني ما كنوانو ما كنوانو صحيح سالح متلاقوا في أسبوع آدم سلي